إذن الكلام في بحث العترة بين التفريط والإفراط وكان الكلام في نقاط أو تحت عنوين ففي العنوان الأول في النقطة الأولى أولاً تمهيد للتفكر والتعقل تمهيد للتفكر والتعقل وذكرنا فيه تذكير واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد أو ثلاثة فتعقل وتدبر الآب الإبن الروح القدس يساوي إله واحد أو ثلاثة آلهة وأشرنا إلى المعنى الحقيقي للبحث والمعادلة الحقيقية للبحث وهي تاركن فيكم لن تظلوا تساوي القرآن زائد السنة القرآن والسنة تاركن فيكم لن تظلوا يساوي القرآن زائد العترة القرآن والعترة النتيجة السنة تساوي العترة السنة هي العترة العترة هي السنة العترة تساوي السنة فهنا السؤال إذا كان الحديث عن السنة وعن اتباع السنة وعن ثبوت السنة وعن أحاديث السنة فأين العترة من السنة؟ أين السنة التي وصلت إلينا من العترة؟ أين العترة المساوية للسنة؟ الوصية بالعترة وليس بالصحابة المعادلة تشير إلى أن السنة تساوي العترة وليست السنة تساوي الصحابة رضي الله عن الصحابة وسلام الله على الصحابة لكن الكلام في الشرع في التوثيق في الحقيقة في الوصية النبوية في التوجيه النبوي في الوحي الذي وصل إلى النبي سلام الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هذا السفهام وهو المعنى الحقيقي لبحث العترة بين التفريط والإفراد وكان عندنا أيضا المبحث الثاني ثانيا تحت عنوان هل دفع النسائي حياته ثمنا لتشيعه للعترة بعد 170 سنة من سقوط الدولة الأموية بعد سقوط الدولة الأموية بـ 170 سنة أريد من الإمام النسائي رحمة الله عليه أن يأتي بفضيلة لمعاوية فرفض النسائي وصار الاعتداء على النسائي ومات النسائي واستشهد النسائي بسبب ما وقع عليهم من اعتداء الشاميين شيعة معاوية وقلنا في وقتها إذا كان الكلام إذا كان الحال، إذا كان الظرف، إذا كان القمع، إذا كان التطرف، إذا كان التكفير قد أدى إلى مقتل الإمام النسائي السني إمام أهل السنة بسبب رفضه الإتيام بفضيلة لمعاوية فما هو الحال والإجراء مع أهل البيت في ذلك الزمان، مع العترة في ذلك الزمان، وما سبق ذاك الزمان، وفي زمن الدولة الأموية، ما هو الحال إذن هناك، وفي تلك الظروف وهذه المعاني من الأمور البديهية، الضرورية، الواضحة، التي لا تخفى على كل عاقل، إلا من طبع الله على قلبه بالنفاق، أو بشيء من النفاق وأيضا مر علينا المبحث الثالث، ثالثا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال قم أبا التراب ويمسحه والمرواني يأمر بشتمه النبي سلام الله عليه يقول قم أبا التراب، يقول لعلي قم أبا التراب ويمسح التراب عن علي سلام الله على رسول الله وعلى علي والمرواني يأمر بشتمه، يأمر بشتم علي وأتينا برواية صحيحة عن مسلم سلام الله على مسلم ورضي الله عن مسلم ومما جاء في الرواية قلنا في صحيح مسلم قال قال استعمل على المدينة رجل من آل مروان استعمل على المدينة رجل من آل مروان فدعا سهل بن سعد فدعا سهل بن سعد فآمره أن يجتمع علي فآمره أن يجتمع علي قال فأبا سهل فقال الحاكم الوالي الأمير المرواني أما إذ أبيت فقل لعن الله أبا التراب فقال الصحابي سهل رضي الله عن سهل قال ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي التراب وإن كان ليفرح إذا دعي بها وكما قلنا الرواية في صحيح مسلم فلا كلام بعد هذا ولتأكيد الدليل ولترسيخ البرهان ولإزام الحجة لجميع العقول والأفكار والأذهان والتوجهات ولإبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى نأتي بأكثر من دليل وبأكثر من مؤيد ومؤكد وقرينة للدليل الصحيح ثم انتقلنا للمبحث الرابع رابعا تحت عنوان منع السنة وختم الصحابة سهل جابر أنس بالرصاص كعبيد وبهائم فما حال الأترة هذا ما وقع على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهل يبقى للسنة باقية إذا كان الصحابة يقمعون بهذا الشكل يقمعون بالختم بالرصاص كالعبيد والبهائم هل يوجد إرهاب وقمع أكثر من هذا الإرهاب والقمع نحن كما قلنا ونكرر نحترم التوجهات ونحترم توجهات الأخوة السلفية الأخوة المسلمين من السلفية وغير السلفية ممن يبني على معنى الإمامة الملازمة للسلطة والتسلط والتمكن والتمكين على الأرض وعلى رقاب المسلمين نحن لا نقول بهذه الإمامة نحن نتبرأ من الإمامة القائمة على قمع الناس وظلم الناس وإن فتحت الإمامة كل بقاع الأرض كل طرق الأرض وكل طرق السماوات وإن فتحت طرق السماوات والأرض لكننا لا نقول بشرعية هذه الإمامة وانتهى الأمر هذا خلاف أصيل وهو الأساس فيما نعتقد به وفيما نعتقد فيه وانتهى الأمر فمن يبني الإمامة على مباني الأستاذ الشيخ الموحد ابن تيمية على أن الإمامة قائمة على القمع وعلى التمكين وعلى التسلط وعلى الظلم فهذا من شأنه ونحترم هذا الرأي أما نحن لا نقول بهذا نحن نختلف كليا جذريا عن الإمامة التي يقول بها أستاذنا وشيخنا ابن تيمية نختلف معه جذريا وكليا في معنى الإمامة ولذلك نعطي العذر للأعزاء للإخوان للأبناء للأحباب ممن يدافع عن الظلم وعن الظالمين وعن المتسلطين وعن الفراعنة من آل مروان وآل أمية نعطي العذر لهؤلاء للأعزاء للإخوان لأن القدح بهؤلاء الفراعنة من آل مروان وآل أمية هو نقض للإمامة التي قد بنيت عليها عقيدتهم هذه المسألة واضحة وإتي الكلام في الإمامة والتفصيل في الإمامة والنقاش في الإمامة مع شيخنا وأستاذنا ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة واضحة إذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة ووفقنا الله للكلام والحديث والبحث في الإمامة وفي نقاش الشيخ الأستاذ ابن تيمية إن شاء الله سنفعل لكن هذا الأصل العقدي في الإمامة يسجل ويثبت عندكم نحن لا نقول بالإمامة التسلطية الإمامة القامعة الإمامة الماكرة الإمامة المتسارعة على الملك وعلى السلطة وعلى الجاه والمرتكبة للمحرمات ولمخالفات الشرعية والأخلاقية لا نقول بهذه الإمامة